بدأت القوات المسلحة والشرطة عملية تأمين المنشآت والأهداف والمرافق الحيوية في الدولة والتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لتوفير الأمن والأمان للمواطنين حيث انتشرت القوات المسلحة والقوات الخاصة وقوات التدخل السريع في جميع المحافظات الجمهورية لحماية الممتلكات العامة والخاصة وتأمين الطرق والمحاور الرئيسية وتم دفع وحدات لتأمين المنشآت العامة والأهداف الحيوية وتنظيم دوريات ثابتة ومتحركة تجوب الميادين والشوارع في نطاق محافظات المنطقة المركزية العسكرية وفي نطاق الجيش الثاني والثالث الميداني تم دفع الدوريات الثابتة والمتحركة في المحافظات التي تقع في نطاق للمساعدة في دعم الجهود الأمنية في تلك المحافظات ترجمة نانسي قنقر